أهلا وسهلا فيكم في برنامج أحدث فرقا معي أنا إلياس كسابري راد الحياة قابل سامي بطرة من بيت لحم كلي سامي بما أنه ذهبت لمساعدة اللاجئين في الأردن هل كان سهل عليك السفر من بيت لحم للأردن؟ لا ما كانش صعب يعني كانت سهلة كتير الطريقة ويعني كانت سهلة أروح على الأردن هل رحت لحالك ولا مع مجموعة؟ أنا اجتمعت مع الجروب في الأردن رحت لحالي بس اجتمعت مع الجروب في الأردن هم أميركان من مدينة أوركنسا من ولاية أوركنسا هل كانوا اللاجئين بخيام ولا ببيوت؟ عائلتين كانوا بالخيام بس ممنوع ندخل أبدا على المخيم بر المخيم إحنا قابلناهم والبعض منهم كانوا في بيوت بيوت صغيرة جدا من وين أجوا هذول الناس؟ بعض منهم من سوريا كتير منهم من سوريا والبعض من اللي قابلناهم من العراق واللي قابلناهم في عمان كانوا من الصوماليين من الأرتيريين من السودانيين كانوا موجودين في الأردن هل كانوا سعادين أنه يشوفوا وجوف فلسطينية؟ آه كتير كانوا مبسطين يشوفوني كشخص فلسطيني هل كنت قادر أنه تكون مترجم للمجموعة؟ آه كنت أنا المترجم لهم في الأردن شو أخذت المجموعة معها عشان تعطي اللاجئين؟ الكنايس هناك كانوا يعطونا بعض المواد الغذائية وإحنا كمان كان معنا كمان هذول زي المسجلات عليهم الكتاب المقدس السماعي وعطيناهم كتير وعطينا منهم كتير هل كانوا ممتنين للمساعدة اللي تلقوها؟ آه نعم كانوا مبسطين كتير ومبسطين يشوفوا ناس يزروهم كمان ويشوفوا احتياجهم هل هاي المساعدة مهمة لهم؟ وهل هم مسموح أنه يشتغلوا في الأردن؟ هم ممنوع يشتغلوا اللاجئين ممنوع يشتغلوا في الأردن أبدا كيف كان مزاج اللي كابلتوهم؟ كانوا زعلانين متضايقين لأنهم طلعوا من بلادهم تركوا كل شيء واللي صار في بلادهم وجبارهم يطلعوا من بلد لبلاده طبعا هذا كله بسبب ديك عندهم يعني هل كانوا ساعدين أنه يحكوا لكم قصصهم؟ كانوا يعني نوعا ما بيحبوا يشاركوا قصتهم مبسوطين يشوفوا ناس يسمعوهم يعني حكيلي شو الكصص اللي ححكولكم إياها؟ أنا بتذكر حالة من الحالات السودانيين اللي كانوا في الأردن اللي في عمان رح نظرناهم يوم الأيام هذه الأخت السودانية بلشت تحكي لنا أنه كيف هاجموا عبيتها بالليل وعلى مزرعتها حركوا مزرعتهم وحركوا بيتهم وهي فقدت تلت أولاد من أولادها بالحريق في داخل البيت يعني وهذا كانت قصة محزنة كتير كتير كيف كان شعورك لما تسمع هاي الكصص؟ كانت يعني كنت أنا أفرح لما أسمع ولكن كنت أزعل أحزن على حزنهم لما كنت يعني ما كانوا هم حزنين حزنين لما يحكوا القصة هل بدهم أنه يرجعوا لبيوتهم؟ مشكلهم مشكلهم لأنه معظم السوريين بيطلعوا أنهم يهاجروا عبلاد برة على أستراليا، على أمريكا، على كندا، على أوروبا وهيك هم خطتهم بيخططوا لهيك شيء هل خسر بعضهم كل شيء بملكه؟ معظمهم يعني معظمهم فقط كل شيء هل تفرق بعض أفراد العائلات عن بعضهم؟ كتير منهم كتير يعني في بعض الزوجات تطلعوا مع أولادهم وأزواجهم ضلوا هناك ضلوا في سوريا أو في العراق وفي بعض منهم واحد تطلع مع عيلته وترك أخوته وأهله تطلعوا هناك يعني كتير منهم هل بيستطيعوا الأتمئنان على بعضهم والتأكد أنهم بأمان؟ ممكن يكونوا على الموبايل وعلى التليفون يعني ممكن هل البعض فيهم واجه معنا؟ يعني كلهم كلهم تقريباً يعني عندهم حياتهم صعبة كالعاجئين كيف وصلوا للأردن؟ كانوا على حدود يعني أجوا من خلال الحدود حدود البلدان تبعينهم هل هربوا؟ تقريباً؟ بعض منهم كان يعني زحف يجي لماذا أنت روحت شخصياً لهناك؟ أول إشي كانت محبة المسيح اللي جواي لمساعدة الآخرين وكمؤمن كأخ مؤمن يعني أحب أخدم الرب في أي إشي وهذه كان لقيتها فرصة إلي أنه أنا أخدم الرب بين اللاجئين وكنت سعيد جداً إن أنا أعمل هذا الإشي هل هاي التجربة فتعت عينيك على أشياء ما كنتش تعرفها؟ بما أنك تحت معاناة فلسطينية هل بتختلف هاي المعاناة عن المعاناة اللي بتشوها في أماكن أخرى؟ لا يعني مش كتير مش كتير شو هي صلاتك للاجئين في الأردو؟ بتصلي عشان ربنا يفتح طريق قدامهم ويسهل أحوالهم ملاكة حل مشكلتهم يعني مشكلة اللاجئين وصالي من أجل الزعمة العرب إنه ملاكة حل يرضي جميع الأطرافي حل يرضي اللاجئين ويشوفوا الحل لمشكلة العراق وسوريا والحروب هاي يعني حتى تنتهي مشكلة اللاجئين بتخلاص هل بجي تمنى إنه ترجع لهناك كمان مرة؟ إن شاء الله إن شاء الله أنا إن شاء الرب وعشت أنا حابب أروح كمان مرة هل بنيت علاقات جديدة مع بعض الناس لما كنت هناك؟ آه طبعا طبعا وحابوا إن أنا كمان أرجع ونشوفهم ويشوفوني شكرا سامي وشكرا لإستماعكم لبرنامج أحدث فرقا معي أنا إلياس كسابري وإنت شو بتعمل عشان تعمل فرق في مجتمعك؟ شكرا 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 اشتركوا في القناة